بأكثر من عشرين بحثا من داخل وخارج العراق انصبت جهود هذا المؤتمر المعني بتأريخ بلاد الرافدين وآثاره أساتذة وأكاديميون دعوا من خلال المؤتمر إلى ضرورة إشراك المؤسسات الحكومية والمدنية للحفاظ على القيم الآثارية وتنمية عمليات التنقيب بمشاركة دولية مجموعة مختلفة من الدول منها دولة مصر الشقيقة دولة اليمن وغيرها العديد من الدول أيضا لدينا العديد من البحوث ما يزيد عن عشرين بحث للاهتمام بهذا الموضوع لا بد من تضافر جهود مجتمعية وحكومية بالأساس خاصة وأن هذا الحق الحق المضني وعمل واسع يحتاج إلى أموال طائلة لأعمال التنقيب لأعمال الصيانة لأعمال الدراسة لإعداد مؤتمرات مهمة تجمع الباحثين لأعداد متاحف خاصة مدم على سبيل المثال مدينة النجف هي مدينة ميكس بين الحضارة المسيحية والحضارة الإسلامية تحتاج إلى متحف ضخم جدا يمبرز ويوضح دور هذه الثقافتين وهذه الديانتين على بحر من الآثار واللقال قيمة تطفو أرض العراق إلا أن ضعف الاهتمام بها وشحة المتاحف أسفر عن طمس الكثير من الكنوز الآثارية التي تعود لحضارات شكلت الخطوات الأولى للبشرية هذه الكنوز الحضارية علينا أن نعتني بها وعلينا أن نوظفها توظيفها الحقيقي يعاني العراق من شحة في المتاحف نحن الآن عندما نحاول أن نحافظ على إرثنا الموجود ومواقعنا الآثارية علينا أن نكون لها دائما واجهة هذه الواجهة ستكون هي المتاحف والمتاحف الدولية بصراحة من المعيب أنه بلد بهذه القيمة الحضارية ونعتبر نحن الأول في العالم من حيث الآثار والحضارة والكنوز الحضارية ولا نمتلك متحف دولي واحد المحافظة على المواقع الآثارية وخصوصا من التجاوزات وأقصد بالتجاوزات تأسد فقط التجاوزات الشعبية وإنما التجاوزات الحكومية فنحتاج في هذا الوقت إلى وضع سياسة عامة للحفاظ على هذه المواقع ووضع استراتيجية جديدة تشرف عليها الدولة ورئاسة الوزراء بالذات غياب الاهتمام عن المواقع الآثارية جعلها وفق آثاريين عرضة للتجاوز عليها حتى من الجهات الرسمية داعين إلى وضع سياسة واستراتيجيات عامة للحفاظ على هذه المواقع وإعادة الحياة لها ويرى العلماء أن الآثار شهادات حية على حضارات قديمة من الممكن أن يستطلعها الإنسان ويصل بها إلى تطور كبير ومعرفة تغني التاريخ العالمي بحسب متخصصين من النجف ولا لطيف زاقروس تيفي